أسازة أمل فوزي تتذكري من كام سنة لما كان في مأساة الـ H1N1 برضو عيشنا فترة لها علاقة بإنفوانزة الخنازير وكان في حالة زعر وكان في ضغط شعبي كبير جدا من الناس أنه المداري استاخد أجازة وأتذكر أياميها كلنا كنا مش فاهمين هما ليه ما بيدوش العائلة أجازة عشان يعني ضرقا للخطر ساعتها الحكومة كان موقفة واضح جدا أنه لا لسه الأرقام بتاعتنا بتقولش أن احنا مضطرين ناخد أجازة وساعتها الوقت كلام الحكومة كان صح صح الولاد ماخدش أجازة وتخطينا H1N1 في اعتقادك أنه المرة دي أو مع كورونا مطالب الناس هتبقى أزيد وأقصى وأعنف أنه يا جماعة احنا خايفين على عيال في المدارس ما تقفلوا للمدارس بوسي أنا طبعا شايفة أنه إحنا لابد يعني حصنا حظنا أن إحنا لغاية دلوقتي الحالات عندنا وليلة وإنه إحنا فيه توعية بسبب الإعلام وبسبب السوشيال ميديا كبيرة إلى حد ما يمكن عاملة شوية بانيك لكن أنا بقول إن ده كويس بشوحش إن الناس تخاف إن الناس زي ما بقول بيقول لهم مخسلوا قديم وإنه فعلا يبقى فيه توعية في كل مكان في المدارس في البرامج في كل حاجة ده دينا نعمل أنواع إن لو حصل فعلا والمرض ابتدى يبقى عندنا دخل بشكل بقى قوي يبتدى يبقى فيه جازة يبقى فيه طرق من طرق الإبتعاد أو يعني عدم الانتشار السريع رغم إن وجود فيروس بهذا الشكل ومنتشر بهذا الشكل هو خبر مفجع وعمل لنا حالة أقلق لكن في حاجات إيجابية أخرى أو يعني فيه جوانب مش كل حاجة ظلمة قوي إن من ضمنها مثلا زي بنقول إن الأطفال هم الأقل تعرضا للإصابة بالمرض فدوى نقطة إيجابية مش حاجة وحشة طب إيه الخطر بقى اللي عندنا اللي أنا شايفه خطر أيوة إن الدكاتر نفسه مش عارفين حاجة يعني أنا لسه النهاردة إحدى العاملين معايا يقول لي يا أستاذ أنا خلاص قعدت أولادي في البيت ليه يا ابني قال لي الدكتور كان مراتي أخذت وقال لا 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 أحسن حاجة رياحي دماغك وقعديني لغاية أخر الشهر في البيت أخر الشهر كان أنا أول مارس فطب يا ابني ما فيش حاجة مصر لا 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 ففيه عدم وعي حتى من الدكاترة عاملة بانيك عند الأهالي ده دور مين بقى طيب حديق بتسمعتي الجروبات الأمهات والفويس ماسجز من الأمهات ستات باكيات بيعيطوا بجد بحرقة وإنه يا جماعة المدرسة الفلانية مات فيها تلاتة البقاءوا لله خدوا بالكم من أولادكم أنا زي المدرسة الدولية دي يا جماعة مات فيها اتنين ويقولوا أسماء مدارس التكلمت كله مصحيح يا مون بعد التقصي بعد التقصي بتلاقي المعلومة مش مظبوطة بس ده دلالة يعني خلينا نقول إنه الناس أقرب إنها تخاف على أولادها فقولي لي زي نتعامل مع الفويس ماسجز دي طبعا أول حاجة زي ما بقول إنه لابد يبقى فيه توعية للمدارس يبقى فيه من وزارة الصحة ونظامة الصحة العالمية لأنه أنا بشوف إنه الاتنين مع بعض بيعملوا مصدقية في الشارع أكتر من جهة واحدة يعني للأسف وزارة الصحة الفترة اللي فاتت برغم إن أنا شايفة إن فيه ظلم وقع عليها بصراحة يعني مش كل ما يطلع الوزارة مش كل ما يطلع بيان إن نتعامل معها بصخرية ونطلع مع علي إنه هو مش سليم لأنه أنا كمان بقول ونظامة الصحة مش هترامر بصمعتها ولا مصدقيتها في مصر وتقول إنه ما فيش حالات وفي حالات أو ممكن تكون في حالات ما اكتشفتش ده وارد جدا لأنه إحنا بنقول فترة الحضانة طويلة وما إلا زيلك طيب هل هي انتشرت بهذا الشكل؟ هل إحنا نقدر نقول إنه إحنا عندنا ألفين حالة ومخبينها؟ أحب بصراحة بدكاتر طبعا إحنا ما نقدرش نعمل كده ولا أي دولة في العالم تقدر تعمل كده لأنه أقول لحضراتي بالأرقام يوم الجمعة كان الحالات في إيران حوالي تلتمائة وخمسين أو تلتمائة وخمسة وخمسين حالة النهاردة الحالات في إيران ألف وخمسونية حالة كانت الحالات في إيطاليا ربعمية وكسر النهاردة في إيطاليا ألف وسبعمية حضرتك إحنا ما ينفعش يبقى عندنا حالات وتبقى موجودة في المجتمع ويبقى في تعتيم ده مش هيحصل وهليمش يسكتوا يعني حضرتك لو الناس هل تفاجأ هتلاقي في كارسة موجودة ده مش هيحصل فخلينا معلش يعني أنا معلش علاج البانيك ده أو علاج الرعب أو الخوف ده من وجهة نظر أنا توعية على مستوين توعية على المستوى الطبي دوريات بصفة مستمرة للأطباء والفريق الطبي وتحديث للدوريات دي وتوعية مجتمعية للناس هل طبيب لو راح له واحد كده عنده أعراض انفلونزا هل من شكله كده يقدر يقوله أنت عندك كورونا ولا ما عندكش كورونا لا طبعا هو لابد زي ما قلنا اي بس في دي خادرة بدقول كده أنا بقول لحضرتك لا كلام ده كلام غير اللي احنا قاله وكل واحد عنده نازل برد هعامله تحليل كورونا لازم يكون فيه إما تاريخ للسفر لمنطقة منتشر فيها المرض أو مخلطة لحالة معدلة زاعد الأعراض الإكلينية إنما بالشكل كده ما فيش ما ينفعش الدكتور يقول كده لا طبعا أنا برضو معلشي عشان نقفل برضو نقطة البانيك دي هنقول لو نعرض 90 ألف حالة الشفاء منهم 45 ألف حالة شفاء 45 ألف حالة من 90 ألف حالة 45 ألف حالة شفاء ريكوفري يعني 50% ريكوفري اه والوفيات 3000 حالة دي نسبة حوالي 3% أو 3.3 من 10% بقية الحالات لسه تحت العلاج حوالي 40 ألف حالة أو 41 ألف حالة 82% منهم حالات ميلد حالات خفيفة 18% البقية حالات شديدة وحالات حارجة هما دول بقى الحالات الشديدة والحالات الحارجة دي هي اللي بيحصل منها نسبة الوفيات يعني مش كل شخص هيجيله كورونا هيموت يعني 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 ده بالعكس ده الغالبية العظمى من الحالات ده أكتر من 80% من الحالات حالات بتبقى خفيفة أصلاً يعني دي نمرة لا ممكن بس كمان أقول حاجة إنه معظم حالات الوفيات كمان في السن الكبير في الأمراض اللي عندهم أمراض مزمنة يعني اللي عنده ألف الوانزة وسنه كبير وعنده أمراض مزمنة ده اللي يبتدي ممكن يبقى فيه قلق أكبر كمان عليه